السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاة الفنان القدير هشام سليم توفي الفنان المصري هشام سليم اليوم الخميس عن عمر النهز 62 عاما وذلك بعد صراع مع مرض السرطان وفق ما نقلت عدد من وسائل الاعلام المصرية ونشر نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي صورة الفنان الراحل هشام سليم على حسابه الموثق بمنصة انستجرام وكتبه ودعا عن يا صديق العمر ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن زكي قوله ان سليم توفي عن عمر النهز 62 عاما مشيرا انه سيتم تشيئ جثمانه بعد صدر العصر في مدينة الشيك زايد بمحافظة الجيزة وتنوعت ادوار هشام سليم التمثيلية وكانت ظهر سينمائي الاول له في فيلم امبراطورية ميم عام 1972 ثم شارك في فيلمي اريد حلا عام 1975 وعودة الابن الضال 1976 وبدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر سمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات الرأي البيضاء وليل الحلمية وارباسك وهوان جاردن ستي واماكن في القلب ولقاء على الهوائن اخر عمله كانت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته ومسلسل هجمة مرتدة ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958 والده هو اللعب المشهور ولحقا الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوجة الفنانة يسرى تخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981 وكان قام بدراسات حرة في الاكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن وبعد ان انتهى من الدراسة عاد مرة اخرى التمثيل بعد انقطع عادة مالي سنوات وقبل اسابيع تصدر اسم الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تردلت انباء حول تدهور حالته الصحية بعد اصابته بمرض السرطان وكان قد كشف هشام سليم في مايو الماضي عن اصابته بمرض السرطان من خلال تسجيل صوتي تم عرضه في احد البرامج الفنية وكان الفنان الراحل تجربة مع قناة سكاين نيوز عربية في برنامج حوار القاهرة الذي كان يبس من العاصمة المصرية عام 2013 وكان البرنامج الذي يقدمه الفنان الراحل يتناول قضايا المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واقتماعيا اشتركوا في القناة